بدوره داع رئيس الصيني شي جامبينغ لتوسيع تعاون داخل مجموعة البريكس وتعزيز اقتصادات الدول النامية العالم يعيش اليوم تغيرات جدة وبالتالي فإن الدول النامية تعاني من بعض التحديات والمخاطر نحن نعيش في جوء من التصعيد الجيوسياسي والإجراءات الحماية والإجراءات حادية الجانب وهذا يعطي دينامكية جديدة في أمريكا اللاتينية ودول أخرى لهذا أقترح توسيع التعاون داخل مجموعة بريكس وتعزيز شراكاتنا بشكل ينفع كل الدول بما يعزز استفادة الدول النامية